بعد التعادل ما بين المنتخب التونسي والمنتخب الجزائري أراء الجماهير بعد المقابلة بالنسبة للجماهير التونسي والجماهير الجزائري اللي شوفنا في مواقع التواصل الاجتماعي في اللذاعات تقريبا في الإعلام بصفة عامة فمه هجوم كامل على جميل بالمادي كيف نقول هجوم مش معناها رو حملة ممنهجة لانتقادات كبيرة تعرض لانتقادات كبيرة خاصة في المقابلة انتع اليوم كيفية التعامل في المقابلة كيفية مهبتش عوار من الأول كيفية اعتمد على لب الرحمة وخلى المليع بعموره عدكة الاحتياط هذا فيما يخص جميل بالمادي اللي يرى وبالي تحب تحكي عليه وبالي تحب تتكلم عليه وتنتقده لكن عنده حاجات إيجابية وعنده حاجات بوزيتيف تخليك تتراجع تخليك تخمم بأكثر من مرة تنجم تحكي على الكوب دافريكلي هذا في 2019 تنجم تحكي على قراءاته في وسط اللعب تنجم تحكي على المقابلة الكبيرة اللي قدمها ضد برشة منتخابات معنى اليوم تنجمشت ناحية استحقاق جميل بالمادي وتلبسه الليكس متاع اليوم وتقول والله مدرب مش هو ومدرب هو اللي يفتح المجال قدام المنتخب التونسي بش عمل مقابلة سيئة والمنتخب التونسي كان جيد على خاطر بالمادي هو اللي يأثر على المقابلة لحكيات هذوم ليه وهي دخليني نحكي لك على دور جميل بالمادي في طريق طعاملهم مع الملعبية يخيشكون اللي يجيب جواريت هذيك ومشكون اللي يقنحهم بالانتماء للمنتخب الجزاري وليهو ما رأوا ملعبية نطع مستقبل معنى هتتوى حاليا في الفترة الحالية المنتخب الجزاري بيصدد بناء منتخب منتخب بش ينفس بيه على أفريق منتخب يحب له شوية وقت بش يخلق الوتوماتيز بش نشوفوا الملعبية الصغار كيما فيرس الشابي كيما بوعناني كيما برشة ملعبية متقلقين كي نجيبهم جميل بالماضي وهو اللي يقنحهم بش ينتميوا المنتخب الجزاري يحب لهم وقت بش تصير الانتيجراسيون بش تشوفوا المنتخب الجزاري يتطور بالنسبة لي أنا رؤية فنية يقول اللي المنتخب الجزاري خاصة من ناحية الوقفة من ناحية الريبلي ديفونسيف هذي اللي تنقصوا على المستوى الدفاعي وفي وسط الميدان تنقصوا أكلم ليابي الفكاك أكلم ليابي اللي عنده كي ما تشوف كي ما تشوف عيسى العيدوني في المنتخب الوطني كي ما تشوف مرابط في المنتخب المغربي هذي أبرز الحاجات اللي ناقصها المنتخب الجزاري في المقابل ناخد الجهة المقابلة اللي هي المنتخب الوطني تنسي واللي عنده مدرب اسمه جليل القادري ولهني خليني نركز معاه المدرب هذا ونتحدث عليه اللي هو بين بالكشف انه مدرب ليس له أفكار انه مدرب المقابلة اللي هو ضد منتخب غيني الاستوائية اللي شوفنا معنى طريق التعام نوع محمد علي بالرمضان يكون مليع بي العبر الوير يحط عشيها ليسار والمليع بي في وسط الميدان والليساعات يلعبر الوير يحطو في وسط التيران والمليع بي نقص متشويت زد كيف كيف يحطو وهي كل شي خاوي اللي نقص انسي جيم زد نفس الشي يهبطو وما يعاونش كي شريد اللي يظهر في الصورة الخائبة هذي بالنسبة لنا افكار مشوشة في المقابلة ذيك في المقابلة الثانية ضد الجزائر نفس الشي تشوف افكار مشوشة تشوف تلاثة اربعة تلاثة تشوف حنب على المجبري اللي هو معناه هو مليع بي يصنع روحه اما لكن طريقة التوظيف متاعه غالطة مرة تحطو ورلا تكونيت مرة تحطو على يمين مرة تحطو على اليسار مرة تحطو روليير كل مرة تحطو في بلاسا ولهن يروا غراسة لمليعبي اللي اثبت روحه في المكان هذيك بالرغم اني ما هيش في البوست متاعه وما هيش في البوست لي في كاس اللي شوفناه فيها لكنه قدم مقابلة ممتازة وكان من احسن مليعبية في منتخب التونسي امام الجزائر انا نفكرك في حنب المجبري لما العب المقابلة لالي والرطور ضد ليبيا وقت العب ورلا تكونات مليعبي كان حاسم مليعبي يعطيك باسيت في البروفوندوري مليعبي يعطيك الاسيس الخريني ويكون تكون في الشبكة هذي فيما يخص طريقة التعامل متاع الجلال القادر اللي يراني اذا كان بش نقعد نحكي على خطاء من الجم مش نسكت في المقابلة متاع الجزائر نذكر كنا في الموياجم معنا انتي تلعب تلاثة اربعة تلاثة ولا منعرشنا تلاثة خمسة اثنين ولا مش فيها ملي هو نحب نسألك على عصام جبالي لما تشوفيه بريمير ميتومة كانش ماشي عليش دوزيان ميتومة كانتش عندك القراقة الفنية انت على المدربين الكبار اللي على اقل بشتقنعني انا كشخص اليوم نتحدث عليك ونقول جلال قادري ما هوش منتخب تقولي والله انا منتخب هاي قراقتي شنو اللي عملت وهو التغيير متاعي شنو اللي عملت ما شفتكش عملته التغيير هذيك اللي نورمال مو رنا نستحق مليعبي ربيد مش مليعبي أبوي مش انا انا نحكي لك على موياجم كما هاي ثم جويني أبوي بش تركزو عليه بش يخلطوا صحابو على اليمين على اليسار والسونتر وكالكروس وحكيت هذيكم لي لي حاشتي بقى تاكو يتحرك برشا لتفهمو تسعة ونص لتفهمو تسعة وهذه المواسفية تتميشة مع حمدي العبيدي نرقوك هبت حمدي العبيدي لكن متأخر جدا معنا تقريبا مهبتو في الخمسة وستين وقت اللي صارت لشانجمون وريت متاح وغالت غالت قراء أخات أم المدرب كنت تنجم تهبتو بداية شوطة ثانية ركشفت موقابلة أخرى راني أنا شخصيا وقول والله الشانجمون هذا رأو صحيح نتعديه ونحكيه ونسأله سؤال اللي هو هذي اللب الموضوع وهذي موضوع الحلقة متاعنا هل اليوم المنتخب الوطيتوسي قادر بش يمشي لبعيد بمدرب اسمه جلال القادري هل تشوفوا فيه نجم نقدمه بجلال القادري أنا شوفنا ما غير ما تقول لي ولاي أرقام وخمستاش نماتش مخسر نيش وكلين شيت نماتش يودي راني عماني مقراسة جواريت راني عماني مقراسة لملعبي صدقوني راني ما تقولوش هذي وانتقادات كبيرة للمدرب وانتقد في المدرب ليه ليه ما تقولوش مبسطها برش احنا مانا مواطنيين حطونا احنا الراني ويجيبوا اي مواطني راني في المنتخب التونسي ويحط تشكيل المنتخب التونسي وتلقاه يقدم في نفس الأداء وما فمش حتى تغيير رو المدرب تكون عنده قراءة في وسط المقابلة لما يعملي شنجم أنا يقنعني من هنا نشوفوا مثلا في المقابلة الفارتة ضد غينة الاستيوائية شدونا على كل وارليمين جيد كشريدة قانترونة هل شفتوا تغيير بدل في وجهة المقابلة هل شفتوا شنجمون يعني قراءتك تاك في سعى يقرأ لعبتك يبدل لناحية ذيك يهبت كشريدة يهبت يان فاليري يهبت اللي حبي يهبت حتى هو يكون المهم نشوفوا قراءة نشوفوا قراءة في اللعب في وسط التيران نشوفوا قراءة في اللعب من على الشنفلتك في اي بلاسكينة ما شوفنياش الحاجات هذة ما شوفوا المنطخب الوطن تونسي روما هواش قاعد يقدم بجلال القادري الإيراني خليني نختم بالموضوع دي ونقول رو عنا ثروة بشرية عنا ثروة في المنطخب التونسي لازم نستعملوها رك اليوم عندك ثروة متعمل عبية صغار عندك جينيراسيون طالعة ما شل عليهم عندك الذاوي عندك شوشين عندك حنبعل المجبري عندك العشوري عندك حمدي العبيدي منحكيوا على جواري دي كادر اليوم كيما عيسى العيدوني كيما إليس السخيري معنى جواريات كوارجية جواريات ما شل عليهم هذةكم مش كون لازمهم لازمهم مدرب محنك لازمهم مدرب في قيمة المنتخب الوطني التونسي يا جامعة تونسي الكورت القدم يا مسؤولين يلي ايدارة فنية يلي انتم مساهرين على كورت القدم التونسي شوفونا مدرب شوفونا مدرب رانا عمنا فرصة كبيرة باش نجيبه كأس أفريقيا الفين وابا عشرين اللي ما زالت عليها او شهرة يودي شيب لي وحد يتعامل لانا في مقابلة ويعمل دي شنجمون ويقلب اللعبة ونشوفوه يبدل ونشوفوه يغير وما تجيب ليش وحد سمامة ما يعمل في حتى شي لارير درواي يحطوا وارير جوش وليلعب بيبو يحطوا في الوسط وليلعب في الوسط يحطوا علمين وليلعب تسعة ونص يحطوا واتا كوندو بوانت حسيلوا فوضى فوضى عارمة بجليل القادري مجموش نقدمو رانا من نجموش نقدمو وما نجمو نصول حتى شي هذي كانت مقارنة ما بين جليل القادري وجميل بالماضي جليل القادري اللي مع ملحط شي واللي جماهير الطالب بيشت نحيه وانتوما قاعدين تتفرجوا جميل بالماضي اللي هو وصل وحاجة اخرى انه مدرب محنك وعلى مستوى عالي ويتصنف من المدربين الكبار في القارة الافريقية ميغسيبوكو على المشاهدات يعطيكم السحة نطلقاو في موعد جديد